في عصر التكنولوجيا الحديثة كثرت المعاملات تجارية وتنوات فمنها البيع الحلال ومنها الربى الحرام والربى من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات وعقوبة الله تعالى لآكليه أليمة في الدنيا والآخرة والربى من أسباب محق بركة المال قال تعالى يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ويقع الربى في أصناف مخصوصة ففي الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر أي القمح بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والأصناف الربوية نوعان ما علته الثمانية وهما الذهب والفضة ومثلهما الأوراق النقدية وما علته الكيل والطعم وهو الأصناف الأربعة ويلحق بها كل مكيل مطعوم كالأرز والذرة والربى نوعان أحدهما ربى الفضل وهو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين كأن يبيع ذهبا جديدا بذهب قديم مع زيادة وفي الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل أي متماثلين ومتساويين في الوزن والثاني ربى النسيئة أي التأخير وهو نوعان أحدهما أن يزيد في مقدار الدين مقابل تأخير السداد والثاني تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة الربى كبيع الذهب بالفضة دون تقابض أو بيع التمر بالشعير دون تقابض وفي الحديث ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربى والعملة الورقية لها حكم الذهب والفضة وكل منها جنس مستقل وعلى هذا لا يجوز بيع عملة واحدة بعضها ببعض كمئة ريال بمئة ريال إلا بالتقابض والتماثل ويجوز بيعها بعملة أخرى متفاضلة كثلاثة ريالات بدولار واحد بشرط التقابض في المجلس وفوائد البنوك ربى ولا يحل لصاحب المال الانتفاع بها وكذلك أخذ القرض من البنك أو غيره على أن يرده بزيادة ربا محرم ومن الربى بيع العينة وهو أن يشتري سلعة من إنسان بثمن مرتفع مؤجل كألف يسددها بعد سنة ثم يبيعها للشخص نفسه بثمن منخفض حال كسبعمائة فالحقيقة أنه اقترض سبعمائة على أن يردها ألفا بعد سنة فاحذر من الربى فإن عاقبته وخيمة وعقوبته أليمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون